السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم أعراض زيادة التسميت في نبتة البون وفي أغلب النباتات دازات التسميت وهو نلاحظ احتراق الأوراق السفلية تبدأ السفلية ثم الأعلى تبدأ في الأطراف تكون احتراق من الأطراف حتى الأعلى هذا هي بسبب زيادة التسميت وكذلك اسفراء الأوراق قد يكون تسبب موت الأوراق ترجع إلى بنية عفا صفراء ثم بنية ثم تتساقط فيكون في سبب التسميت هذا قد إذا لاحظت هذه الأعراض فإفحص التسميت هل تسميتها بزيادة أو أنها في مكان يصله الشمس المباشر فهي لا تحب الشمس المباشر نلاحظ هنا وهذه طبعا أصبت بزيادة الري هذه الأوراق تكون كانت بهذا الشكل الصفراء والعروق خضراء الآن نلاحظ النموات الجديدة صحية لأنني قمت الآن بمعالجتها فزيادة الري يؤدي إلى إصفراء الأوراق مثل هذه الشجرة تكون الأوراق كلها نفس الشكل هذه ليست العلوية في الأغلب يفتكر الناس أنه نقص في الحديد ولكن هذا ليس نقص في الحديد هذه الأوراق كانت كلها بنفس الشكل هذا الآن نقوم بتعطيشها ومراقبتها حتى لا تموت يعجب الحذر عند تعطيشها يعني حتى تقفت التربة تماما ثم أرجع بإضافة الماء بكميات قليلة على مسافة متباعدة فزيادة الري والتسميد الكيماوي أنا أتكلم عن التسميد الكيماوي هذا بسبب التسميد الكيماوي سمات كيماوي يؤدي إلى هذه المشاكل في نبتة البون هذه كذلك لذلك أوقف التسميد لمدة شهر أو شهرين حتى تبدأ الأوراق الجديدة بالنمو وتكون صحية بعد ذلك بإمكاني مواصلة التسميد فالأوراق الصحية أو النبتة الصحية تكون بهذا الشكل لنبتة البون التسميد والري عاملين مهمين لانضباط بهما والاعتدال بالنسبة للري في فصل الشتاء والخريف والأيام الباردة يجب تقليله أو يكون بكمية النصف الذي كان تسقيه في فصل الصيف وأعتمد دائما على قفاف سطح التربة لا تعتمد على الأيام حاولا تنطبط كل أسبوع مثلا ولكن تأكد من أن التربة تكون قافة وعلى ذلك بإمكانك أن تسقي النبتة هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته